اكد سعدة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أنه تنفيذا لتوجهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين والالتزام بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات هذا القطاع وتنوعها وتلبيتها للمواطنين المستحقين على المدى الطويل جاء ذلك لدى اجتماع الوزير الحمر مع عدد من شركات التطوير العقاري لبحث فرص زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بالمملكة ومواكبة التطوير الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه لبرنامج مزايا وخلال الاجتماع قال الوزير أن برنامج مزايا دفع الوزارة إلى تعزيز تواصلها مع القطاع الخاص بهدف بحث الخيارات اللازمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تنتجها شركات التطوير العقاري وبحث تقديم كافة التسهيلات والضمنات وتسريع دورة الإجراءات بما يكفل استدامة هذا التوجه وقال إن الوزارة وبالتعاون مع بنك الإسكان تعكف حاليا على إعداد الدراسات التي تهدف إلى تقليل الحد الأدنى للمرشحين للاستفادة من البرنامج من جانبهم أبدى المطورون العقاريون ترحيبا كبيرا برغبة الحكومة الموقرة في تعزيز وزيادة حجم الشراكة مع القطاع الخاص وأكدين على ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره في دعم المشاريع الإسكانية وتوفير خياراتها استضافة ذات الإسكان اليوم كبرى شركات التطوير العقاري لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية هذا اللقاء طبعا يأتي بعد مرور فترة تجاوزت الأربع سنوات منذ انطلاقة برنامج مزايا هذا اللقاء لسببين السبب الأول لتقييم برنامج مزايا من قبل جميع الأطراف الطرف الحكومي وطرف المطور والسبب الثاني أن يأتي هذا التقييم بعد النجاح الكبير اللي حققه برنامج مزايا مما يتيح لنا البحث عن أيضا فرص تطويره ودعمه بما يحقق مبدأ الاستدامة لهذا البرنامج الواعد اشتركوا في القناة